موسيقى موسيقى ملش مجدد يحل وضيف على لقاء الحصري لأبطال فيلم انتحار الصمت كاريم يوسف وانا متأكد بالمشاهدة والاسم الحقيقتا موسيقى مما pas يصل دورك الانتحى على الصنع حين يطربسوا الموت حتى المخرجة من ساعد وان الفنان حين يطربسوا بين الموت ومثلهم مش لأنه اليوم كان فيه تعب بزاف على الفنانين فكما ما تلقاهمش مكونسانترين في الإجابة ففوتولهم هي اول ظهر لهم يحاولوا انهم يكونوا في المستوى اكيد هم رح يكونوا في المستوى يعني انت تعاملات كاملها مع الفنان هاد فلظهر حبثنا يعني بكل سارة حاول كاميرا امامك كيفية تتعامل مع هاد فلظهر هاد فلظهر كفنان تشكيلي هادئ لانه مع الريشة زي خلاف خلاس اصلا هو جام يرسم قدام الناس لكن كمخرج رو شخصية تماما وانا تعاملت معه فحدثنا هاد بكل سارة اه بكل سارة تعاملك مع هاد فلظهر فيك هولي استصوى احنا موانواشات غيرت سماء بإخراج ولا سماء منتقى عبدوك ماني ثاني يقول كدير هيكا وانا دير هيكا هذا ما كان سماء يعني احنا الحاجة اللي هبلنا بها المخرج انه نفتيوله بزاف هو كمخرج عنده ممكن رؤيا اه اللي ذاكا المشد فترك الفنان انه هو يحب يوظيف ليه هي مش مليحة ديمة لانها تنرفز المخرج لكن هذا لا يمنع ان المخرج يدي منا افكار والدليل انه مدينا له افكار وتقبلها للمخرج ونرجع للفنان رمادي هايثم فيلم انتحار الصمت يعني هو على بني انه يتحدث على الفن واقع الفن في مدينة قوم البواقي وانه الفنان محقور وما تقاش بلاسه ولي حبها هو خاصة انه دورك انتا كموهوب وتحب تدخل للتمثيل مع انه ما عندكش موهبة اعطينا لمح ابرك على واقع الفن في مدينة قوم البواقي اه الاجابة على السؤال انتا كتما انتا كتما سيربريز ليك باحدة والجماعير انتا كتما في الفيلم راح اه طيب روح معنا ان شاء الله وين راح مني تقاول سيربريز ليك في الفيلم انتحار الصمت فيلم انتحار الصمت كما قال هايثم انه اه اجابته على سؤالي وهو عنده الحق فيه هو دار بالمختصر المفيد اجابته على انه احداث اه واقع الفنان في ام بواقي راح تلقاوها ان شاء الله في فيلم انتحار الصمت مشكر للفنان هايثم الرمادي على تلبيت الدعوة وانه اظهر معايا عبر القناة وانتمنى له كذلك التوفيق مع كامل تقم العمل وكلمة اخيرة تقولها للجمهورة انتحار الصمت والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة